موسيقى بالبداية كان وجود تنظيم داعش مثل اي فصيل بس من المرحلة الاولى كان يشتغل على يعني شغله على الثوار وعلى قادة الجيش الحر اكثر من شغله على النظام فاول عمل كان لهم كان هو اعتقال قائد لواء المهاجرين شجاع لنويجي قاسم العلي ناشط صحفي واعلامي عمل من المجال الصحفي مجال التصوير والاعلام طبعا انا من المهاجرين محافظة دير الزور كانت في البداية بداية الثورة انه نشاط بالحراك السلمي حراك الثوري بتأسيس هاي المظاهرات كتابة اللافتات محاولة قطب القنوات قطب الجهات الاعلامية لنقدر نوصل صورة للمجتمع الخارجي المسار الثورة اللي احنا ماشينا به طبعا كانت بداية الثورة محافظة دير الزور انطلقت بالبداية من جامع عثمان بن عفان من حي المطار القديم كانت وجهتها لساحة الباسل مكان يسموها احنا نقول لها ساحة الحرية تماما كان فيها تمثال الباسل وحصان فكسرناها وكان فيه استقطاب قوي للعالم واستجابة قوية للناس الناس كانت مكبوتة وبسبدها شرارة مشان تشتعل موسيقى 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 اشتركوا في القناة دير الزور تعتبر من اوائل المناطق اللي ثارت بعد درعة تمام كان في اسا قديم من سنين الاثنين وثمانين العالم كانت ميرة بمراحل بشعة كتير وصلها النظام يعني انه حتى اهلنا كان يقولونا انه انتو الجيل اللي قدر ياخذ حقنا الجيل اللي قدر ينطق الشيء ما قدرنا احنا ننطقه واستمرت هاي المظاهرات تقريبا لسنة الـ 2012 طبعا كان مراكز المظاهرات هي ساحة الحرية وساحة الميدلجي دوار الميدلجي تمام لحد ما بلش النظام طبعا من البداية النظام بلش بالقتل والاعتقال وبالكذا كان عندنا اول شهيد هو الشهيد معاذ الركاض قتل باحدى المظاهرات وسبحان الله كان النظام ما يرد علينا الا بالقتل وبالاعتقال وهذا الشيء خلانا فترة بعد فترة انه تستمر تستمر الثورة وطالما انه صار بها دم وصار فيه مطالب وصار فيه حقوق وصار تنتقل الثورة من مرحلة لمرحلة موسيقى 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 طبعاً كان الأمور صعبة جداً أنت بنص مدينة لسا النظام قائم بها بكل مؤسساته ووحشيته يعني العالم كلها تعرف مدى وحشيت النظام طبعاً كنا مجموعة من الشباب نعمل على تنسيق المظاهرات كل واحد يحاول أنه يستقطب الشباب أصدقاء أو كذا اللي يعرفهم بيهم روحاية الثورة كنا نجتمع بمكان طبعاً المكان كل أسبوع بدنا نغيره تمام؟ والموضوع كان سري للغاية يعني كنا خمس ست شباب نجتمع على كتابة اللافتات على أسامي الجمع اللي راح تنطلق بها بكل المحافظات على قلتلك أنه يكون في شباب كانت عندهم الخبرة الإعلامية والخبرة أنه بنقل الحقيقة تمام؟ وكل منه يستقطب العالم اللي يجيبها والي يعرفها فاستمرنا على هذا الشي أنه تكون مظاهرات مركزية بعدها النظام صار يواجهنا بالقتل فاضطرينا أنه تكون كل حي بحيه يعني كل حي يمثل عنه مثلاً ثلاثة أربعة تمام؟ هم يشكلون مظاهرات بعد صلاة الجمعة بعد صلاة العشاء تمام؟ ويجمعون بها أهالي هاي الحي فكنا نبدأ المظاهرة إحنا مجموعة من الشباب يمكن ما يتجاوز عددنا عشر خمسة عشر فالعالم هي تجينا وهي تضب علينا وهي تجي تساعدنا تمام؟ كله كان مجهود شخصي يعني بكتابة اللافتات بشراء الأعلام بكل شي كله كان مجهود شخصي طبعاً بعد ما صار القتل الممنهج وصارت الاعتقالات وصارت تحولت الثورة من السلمية للمرحلة العسكرية يعني وإحنا كنا كشباب ثوار يعني كان قلبنا على الدم الشهداء قلبنا على البلد شايفين شلون أنه قام يجوا بالعنف وبالقتل وكذا فاضطرنا بهذاك الوقت أنه ننتقل لهالمرحلة هاي هي المرحلة العسكرية فكل واحد مننا توجه له اتجاه طبعاً أنا كان اتجاهي مو لحمل الإسلاح أو الكذا كان اتجاهنا يعني للتغطية الإعلامية للنشاطات المدنية للإسعاف للكذا تمام؟ ضمن المدينة وخارج المدينة تمام؟ فاستمرت هاي المرحلة أنه تكون المعارك داخل المدينة معارك كر وفر يعني كان ينزل الجيش الحر طبعاً بالبداية ما كان في شيء اسمه جيش حر كانوا كل ثوار والكل يشتغل باسم الثورة تمام؟ فكنا نطلع معاهم من باب المساعدة من باب إذا صار عندهم مصاب صار عندهم حالات طارئة تضطر أنه ينسحبون تضطر أنك تعمل مظاهرة مشان النظام ينشغل بالمظاهرة هم يطلعون وكانت يعني أماكن تواجدهم خطرة كتير يعني خطرة عليهم وخطرة علينا تمام؟ فاستمرت هاي المرحلة أنه ظلت معارك كر وفر ومعارك أو فترة تأسيس لنواء الجيش الحر تمام؟ طبعاً كان في مؤازرة من الخارج من برات المدينة تمام؟ من أهالي الريف طبعاً بالريف كانت نفس الأمور ماشية تدريجياً يعني مثلها مثل باقي المحافظات مثل المياذين أو القورية أو البوكمال كلها كانت شغالة على نفس هذا الأمر وكانت شباب يعني ما عدها الإمكانيات الضخمة يعني تشتغل على معارك الكر والفر تمام؟ والاختنام من النظام بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويغذيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين نظراً لهجوم عناصر الأمن المتكرر على المستضعفين في بلدنا واقتيالهم لأفراد ظلماً وبهتانا لنبهم أنهم رفضوا الظلم وقالوا كلمة الحق وغيرة إخواننا على دماء الأطفال التي سفقت في حمصة وإدلبة ودرعة وريف دمشق وباقي أرجاء بلدنا الأبي نزف إليكم تأسيس كتيبة بشار النصر في وادي العزي ووادي الفراد في ريف دير الزور وقد نشأ هذا الفصيل لدفع الظلم وصد العدوان المجرم عن إخواننا فلا خير في عيش تنتهك فيها أعراضنا وتداس فيه كرامة أخواتنا ويحكمنا فيه بشار وجنده أقسموا بالله العظيم أقسموا بالله العظيم أقسموا بالله العظيم أن نستمر في ثورتنا حتى إسقاط هذا النظام المجرم عاشة سوريا حرابية عاشة سوريا حرابية طبعا خلصت هاي المرحلة قدرنا نحرر المدينة وقدرنا نفتح ناخذ فرع الأمن السياسي تمام؟ وفتح جسر السياسية تمام؟ نحن صارنا نسميه جسر القادسية استمرت لـ 2013 تقريبا تمام؟ 2013 لنهايتها 2014 فصارت تدخل الكتائب الإسلامية وصارت تدخل من ضمنها هو تنظيم داعش بالبداية كان وجود تنظيم داعش مثل ومثل أي فصيل تمام؟ بس من المرحلة الأولى كان يشتغل على يعني شغله على الثوار وعلى قادة الجيش الحر أكثر من شغله على النظام فأول عمل كان لهم كان هو اعتقال قائد لواء المهاجرين شجاع لنويجي تمام؟ واعتقال ملازم أول مازن فطلعت عليهم الكتائب كلها وحسنت أنه تخرجهم برات المدينة ما استمر الموضوع زيادة اشتغلوا على تفعيل خلايا نايمة من داخل المدن من داخل القرى بمدينة دير الزور وفبدأوا بالانتشار هي من منطقة تعتبر هي ريف الحسكة بين الحسكة ومدينة دير الزور هي منطقة مرقدة تمام؟ وبلش انتشارهم شي بعد شي طبعاً أنت كناشط إعلامي أو ناشط صحفي أنت الهدف الأول لهم تمام؟ بعدها يجي الجيش الحر أو الفصائل الإسلامية الثانية التي عارضتهم فكان عمل ناشط الإعلامي خصوصاً للشباب الذين كانوا معنا الذين يشتغل مثلاً يتعامل مع قنوات خارجية أو ينقل صورة حقيقة الثورة التي كانت تصير أو كان يصور المعارك أو الهجومات التي كانت تصير على المدينة فكان من بيناتهم بعد دخول داعش على المدينة كان في خمس شباب إعلاميين تمام؟ بقيوا على أساس أنه خلص أنت تبقى يعني ما تصور معارك وتصور أحداث وتصور تجاوزات تبقى أنه بس تصور قصف وكذا وهي ففترة قصيرة يعني ما تجاوزت الشهر فشالوهم وقصوهم هم الخمس شباب جنة 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 يا وطن يا وطن يا خير شايتنا روح حنين للقر حنين جنة 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 جن